قالت مصادر مطلعة إن قبائل حلف حضر موت بدأت بفرض خصار مسلح على هضبة حضر موت التي تتواجد فيها معظم الشركات العاملة في التنقيب وإنتاج النفط وسط توتر شديد مع القوات العسكري التي تتولى تأمين الهضبة والشركات ودشنا رئيس حلف قبائل حضر موت الشيخ عمر بن حبرش التجمع الأول لرجال حلف القبائل في أول تصعيد علني ومباشر قرب الشركات النفطية العاملة في هضبة حضر موت وبحسب مصادر قبالية توافد المئات من المسلحين من عدة قبائل منضوية تحت مضلة حلف قبائل حضر موت للمشاركة في التصعيد الذي جرى الإعلان الأربعاء بشأن انتزاع الحقوق والحفاظ على الثروات وقالت المصادر إنما جميع قبالية انطلقت من معسكر الحلف في منطقة العليب حيث تم وضع الخطوات وإجراءات لبدء عملية التصعيد الميداني لانتزاع الحقوق بالقوة عقب رفض المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية للمطالب التي تم رفعها خلال البيانات السابقة للحلف وأشارت مصادر إن مسلحي القبائل بدأوا بالانتشار فعليا في هضبة حضر موت مشيرة إلى أن المسلحين نصبوا أول تجمع لهم في الهضبة من جانب آخر قالت مصادر مطلعة إن مدينة المكلة شهدت يوم الجمعة انتشار كثيف من قبل قوات الأمن والشرطة في حين عززت النقاط الأمنية العسكرية في مداخل المدينة من إجراءات التفتيش للسيارات والمركبات الداخلة والخارجة من المدينة ترجمة نانسي قنقر